أعلن اليوم أمين الدولة بالاقتصاد والتخطيط سنجنبي برناباس أعلن رسمياً مشروع التحسين الأوضاع المعيشية والتعايش السلمي في شات بحضور ممثل الاتحاد الأوروبي في شات وممثل السفيرة الألمانية بجانب ممثل المؤسسات الكبرى في الدولة ديقة محمد الحاج في إطار تحسين الأوضاع المعيشية للسكان والتعايش السلمي فيما بينهم جاءت هذه الانطلاقة الرسمية لمشروع تقوية الكفاءات لتحسين الحياة المعيشية والتعايش السلمي في تشاد فريسب الذي أسس من قبل منظمة الألمانية للتعاون الدولي جيزا العاملة في مجال تنمية الاقتصاد في تشاد ممثل سفيرة ألمانيا في تشاد وضح في كلمته بأن المشروع يعمل دوماً لمساندة الطبقات الضعيفة وكذلك دعم برنامج الأمن الغذاء والبوليس والتعايش السلمي ومضيفاً بأن علاقة البلدين هي علاقة غضر كما أضاف أمين الدولة لوزارة الاقتصاد والتخطيط التنموي في كلمته الافتتاحية بأن تشاد دولة ساحلية معرضة للتغيير المناخي مما يجعل الحكومة التشادية تهتم بمثل هذه المشاريع التنموية وتعمل على تنفيذها عبر وزارة الاقتصاد أما تحسين الحياة المعيشية لكل الأفراد والتعايش السلمي هي الرؤية المستقبلية للحكومة التشادية وفي نهاية الحفظ تم عرض فيلم وثائقه يفسر نشاطات المشروع وأهدافه وإنجازاته في بعض أقالم البلاد هذا فإن المشروع سيستمر حتى فترة 36 شهرا ويبلغ ميزانيته بـ 23 مليون يورو